اشتركوا في القناة 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 يالو المشكلة عندك انه صحيح المتابعات نزلت شوي يعني بمعنى اخر كان مثلا الحلقة يشوفها خمسة عشر الف نزلت صارت عشر احداش تصل اتناعش اولا معظم المتابعين هدولا مش مشتركين في القناة يعني من خارج القناة مدة الاستماع للحلقات قليل جدا يعني انت بتسوي الحلقة ساعة ونص في ناس بتدخل بتسمع من ستة خمسة سبعة دقائق بس وخلص يعني بمعنى بدخل بسمع برجه وبطلع طبعا هذا انا بالنسبة لي ما بذايقنيش يعني ولكن انه لو هم ذولا مشتركين لو عندك ناس بتشير حلقاتك يعني برضو الشير بنظروله بقولك انه ما في حدا بشير يعني ناس بتدخل بتسمع بتطلع فما حدا بشير اثنين انه بقولك طيب انت شاف عندك عشر تلاف واحد الف اللي حطولك لايك يعني اللي تفاعلوا مع الحلقة هاي الف فاحنا بنحسب انه النسبة الاعظم او النسبة الاكبر من اللي حضرت الحلقة ما علقت ظلت محايدة فعشان هيك احنا منجمد الحلقة فعشان هيك الموضوع هسا صار بايدكم يعني بمعنى اخر الموضوع مش ما انا بالنسبة لي ما رح اقصر يعني اليوم حلقة مختصرة زي اللي احنا عملناها بالفترة الماضية ولا انه ابتداء من بكرة ان شاء الله رح ارجع اسجل الحلقات حتى لو ما في ارباح لو ما بيجيني اعلانات لو ما رح يجيني اعلانات رح ارجع زي ما القلة القليلة اللي هي بالنسبة لي بتعني لي كل شيء اللي علقوا تعليقات بكومنت وحطوه في صندوق تحت وكتبوا ايدوا ودعموني نفسيا وهمهم همي وفي نفس اللحظة عطوني طاقة ايجابية عالية وشجعوني على الامور لو انا بعمل الحلقة ساعة ونص وساعتين إلهم هدول بدون الباقي انا ما بكون غلطا يعني بكونش ندمان او بكونش زعلان او بكونش مدائي فعشان يكيبتداء من بكرة ان شاء الله رح نرجع بنفس الطريقة وبواتيرة اخرى وعشان برضو يكون فيه معلومة انه انا وعدت بدروس لعلم الفلك فدروس علم الفلك انا كنت ناوي اعملها ببلك يعني بمعنى اخر لكل الموجودين الان انا رح اصير اعمل حلقات تعليمية اللي هي الخطة لعمل الحلقات التعليمية بشروحاتها مستوى اول ومستوى ثاني ومستوى ثالث وحتى الكتاب اللي انا من الفه اللي بيجي اكثر من الف وخمسمائة صفحة نحكي يعني كطباعة رح انا اجزء لجزء اجزاء ورح اعطي الاجزاء هاي رح اوزعها على المشتركين في القناة لانه هاي رح تكون الدروس فقط للمشتركين يعني مش ببلك يعني مش للناس كل انه اي واحد بيعمل سيرتش بيلاقي بيلاقي الحلقة هاي فبسمعها وبعدين بيسحب حاله وضر رايح لا هاي للمشترك على القناة هو الوحيد اللي بيامكانه انه يسمع هاي الحلقات وان اضطريت مجموعة رح اعمل جروب للمجموعة الخاصة اللي موجودة اللي هي اللي بتعطي تعليقات واللي انا عارفها مش الاشخاص اللي بدخل بيشترك في القناة وبوديلي رسالي بيقوللي مرحبا انا مشترك عندك في القناة من زمان ما هو انا هو ما بيعرفش انه اليوتيوب بعطيني انه هذا اشترك وامتى اشترك وانه مشترك ولا مش مشترك اللي بيسألني السؤال فانا بعرف بس انا مطنش يعني فهو مشتركين ومش عارف ايش وحبي اني سألك عن هالسؤال فبتجاوب السؤال بيسحب حاله وبطلع وخلص ولا كأنه عرفك ولا هذا بس انه غايته يخذ المعلوم يفكروا انه هو ضحك علي معوش خبر اني انا خليتك تضحك علي بمزاجي يعني بمعرفتي لاني انا بدي اساعدك انا وظيفتي اساعدك كنت مشترك مش مشترك رح اساعدك ولكن انه في شغلات خاصة من الايام الجاي ان شاء الله رح تصير يعني خاصة فقط للمشتركين يعني رح تنزل بقائمة تيجيك اشعارات اذا انت مشترك انه انا نزلت فيديو جديد وبتحضره انت لحالك لو شيرته ما حد رح يشوف الفيديو هاد الا اذا كان مشترك في القناة يعني بمعنى المشتركين لهم خاصية الخاصة عندي ورح يكونوا لهم تعامل خاص جدا ورح تعامل معهم بشكل خاص جدا ورح يكون الاتصال ما بينه وبينهم اتصال مباشر جدا يعني مش رح يكون الاتصال من خلال كومنت وهذا لا للتليفون وتليفوناتي وايميلي وتواصل عيلي يعني بمعنى اخر احنا رح نكون عيلي فالآن انا اللي بطلبه منك بديش انا على طول يعني انا بعرف انه هاي ابراج وبعرف انه في ناس بتتحفظ وفي ناس عنده تحفظات خاصة انه بقولك يا عمي انا اشير انا عندي ناس متدينين وناس متزمتين وناس ممكن يهاجموني على ابراج وانه هذا جهل وتخلف ومش عارف ايش وبتحفظوا من هاي النقطة فبقولك انا ما بدا شير عشان اريح راسي وفي ناس عندهم امكانية انهم يعملوا شير وما بيهتموا لهاي الامور لانه بهموا انه هو ينقل العلم العلم الرباني اللي احنا ما فيه اي غلط ولا فيه اي حرمانية في الموضوع ومنخاف الله اكثر من الناس اللي لابسي دجديش ومربي لحها طبعا انا مربي لحية يعني مش برضو انتو يمكن اكثر مني كمان ولكن هي عملية بس على اساس انو نوصل لليوتيوب انو لا يا عمي انو فيه ناس معجبة بالحلقات هاي فيه ناس بتوصل الحلقات هاي فيه ناس بتهتم ونشيطة على القناة هاي فياريت ما بدا قلكوا اسمعوا الحلقة كاملة شغل الفيديو واسمعوا من اول الاخر لانو انا بعرف الحلقة طويلة وما حد رح يسمح وفي دول فيش فيها لانت وانتها ضعيف والحزن بسيطة او غالية الثمن او هاد يعني ما رح اطلب منكوا الطلبات هاي ما بهمني انا انك انت يعني تضغط على نفسك اللي بتقدر عليه تقدمه مش رد معروف ما بدا اقول لك رد معروف انا انا اللي نفسي انا اقدملكو كمان نفسي اعطيكو كمان لانو واجبكو علي انتو مش انا واجبي عليكو ولكن هي بس مسألة خدمة بس لانو انا هاي الفلوس اللي بتيجي من الاعلانات هي بسيطة ولكن انا اتفاقي مع الشخص اللي انا بسجل عنده واللي انا بستخدم اجهزته انو مصاريف اليوتيوب اليك مقابل الاجهزة والمكان اللي انا بسجل فيه فياريت انتو على اساس اني انا برضو ما ترضوش على اني انا ادفع من جيبي كمان للموضوع هاد لانو رح يصير علي حمل فلوسي انا تروح لعلاجي افضل ما اني انا احطها في مكان اخر ويصير ضغط علي اكبر فعشان هيك حبيت اني افضفض معكو كمان اليوم افضفض ممكن مزعج شوي وممكن تزعج البعض يعني بس انا حبيت اني انا وجهي رسالة انتو شو عندكو ارشادات او عندكو كلام او حابين توجهولي كلام معين يكتبولي اياه في التعليقات حابين توجهوني شايفين ممكن في ناس منكو خبراء اكثر ممكن ناس عندهم علم بالسوشال ميديا اكثر مني ممكن يساعدوني في الموضوع هذا او يقولولي اعمل هيك او سوي هيك برضو انا بستقبل من الكل ياريت ياريت اللي بقدر انه يدم يعني لو مساعدة بسيطة ما يبخلش علي فيها يعني واجروا على الله واجري على الله واجرنا اثنين على الله باذن الله وخلينا نروح على توقعاتنا طبعا اليوم نفس الشيء رح تكون توقعات مختصرة مش رح تكون بالشكل طويل اه تداء من بكرة زي ما حكينا رح تكون حلقة زي ما احنا متعودين طبعا لانه ليش مش الليلة لانه اولا انا قاعد بسجل قبل الفجر اه فما يعني يا دوب اني انا اعمل الحلقة فبتكون وصلنا لصلاة الظهر فعشان هيك بدي ما بين ريح حالي وما بين اشتغل في الحلقة عبين ما اني انا اقدر اكملها لانه تأخر الوقت كتير فعذروني ولكن ان شاء الله ابتداء من بكرة رح نرجع بنفس الطريقة وبنفس الوتيرة وان شاء الله يعني كل اشاراتك وكل كل كلامك رح يكون على محمل الجد خلينا نروح على التوقعات اليومية طبعا اليوم توقعاتنا اليوم السبت 26 9 القمر ما زال موجود في منزلة سعد بلع اللي هي حكينا للعلاج والفراق واتلاف الأموال والحرية ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة عشرة وسبعة دقائق بتوقيت جرينيتش مساء اي منتصف ليل الليلي 25 على 26 وبعدها رح ينتقل لسعد السعود وهي لتوضيذ العلاقات والحرية والربح والتفريق القمر اجمالا رح يكون بين الجدي والدلو لغاية ساعة الصباح بعدين رح ينتقل للدلو اول زاوية رح يتكون هي من بعد بث الحلقة يعني زي ما حكينا اللي هي ليلة 25 على 26 عشان هيك اول زاوية رح يتكون زاوية اقتران سلبية بين القمر وزحل ذكرناها بالأمس رح يتكون في تمام ساعة 29 دقيقة مساء من واجه مصاعب وعرقيل بتطلب مننا ان نبدو الجهد لنتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحضوض بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأ للهروب الى الماضي بدل من مواجهة الحاضر اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التربيع سلبية بين القمر والمريخ رح تكون في تمام الساعة 11 و11 دقيقة مساء وهاي بتخلق عنا شعور بالملل من اي عمل روتيني فمن كون بحاجة الى الهدوء والتحلي بالصبر من اي او في اي مسعى من قوم فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ولكن اللي بكون محبط عاطفيا ممكن انه يثور ثورة عارمة من الغضب اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بتيجي تقريبا عند الفجر هي زاوية التربيع سلبية رح تكون بين القمر وعطارد رح تكون في تمام الساعة 33 دقيقة صباحا بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طباع طبعا مع هاي الزاوية بيبدأ خلو المسار لانها اخر زاوية فخلو المسار رح يبدأ الساعة 33 و35 دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة 6 و7 دقائق صباحا وهاي الزاوية خلو المسار حكينا لما القمر بنتقل من برج لبرج اخر وما بيشكل زاوية مع احد الكواكب الرئيسية تتشكل فترة اسمها خلو المسار خلو المسار لا تصلح لأي خطوة جديدة مهمة في حياتنا وبتشمل هاي موليد جميع الابراج دون استثناء هاي اشخاص ممكن يجوا يقولوا لك طيب احنا انت بتحكي في الفجر لستة الصبح يعني احنا منكون نايمين اللي في الوطن العربي بيكونوا نايمين صحيح ولكن اللي في اوروبا واللي في امريكا واللي في دول بعيدة ثانية بتكون عندهم لسه الدنيا نهار او بداية النهار او بتكون بالليل فعشان هيك انا بذكر الوقت و بذكر اثاره و تأثيره على الجميع عشان كل واحد يستفيد على حسب التوقيت طبعا من الساعة ستة وسبع دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش القمر بنتقل و بصير موجود بالدلو منشعر انه منكون بحاجة ماسة للتغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية منكون مودودين اكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي او مجموعة من الرفقاء او من الرفاق وتجربة اسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادي بشكل منطقي اكثر منه عاطفي ووسعنا تعزيز صداقة جديدة او ادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا او شراء جهاز استيريو او تلفاز او تجربة الطعام جديد اما بالنسبة للزاوية اللي راح تتشكل وهي مهمة جدا تركزوا معي فيها هي زاوية زاوية التسديس ايجابية بين القمر والشمس راح تكون في تمام الساعة وحدة وثلاثين دقيقة بعد الظهر منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الاصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا ولكن بالرغم من انه الزاوية سعيدة الا انه انتحاس للقمر راح تصل في هاي الفترة تحديدا لمية بالمية يعني نحس مية بالمية او سلبية مية بالمية السبب انه من الساعة ثمانية لتوقيت جرينيج لغاية الساعة ثنتين بعد الظهر برضو بتوقيت جرينيج القمر راح يكون مشكل زاويتين يعني منفصلات مش متصلات الزاويتين هدولا راح تكون زاوية تربيع بين القمر والمريخ وزاوية تربيع بين القمر وورانوس زاويتين تربيع منفصلات مش متصلات فعشان هيت في مرحلة الانتقال مع خلو المسار بتزيد ما بعديها اللي هي حدية السلبية لدرجة انه الاثار للقمر بتصير سلبية وبتمتد معنا تقريبا طيل النهار فعشان هيك ذروتها راح تكون من الساعة الثمانية للساعة ثنتين بتوقيت جرينيش عشان تكونوا حذرين انتم بالوقت هاد من انه تعرفون تأثيرات القمر ما راح تكون سهلة اما بالنسبة للقمر طبعا راح ينتقل لبرج الدلو خلو المسار القادم راح يكون يوم ثمانية عشرين تسعة في تمام الساعة سبعة وسبعت عشر دقيقة صباحا وحتى تمام الساعة ثلاثة وثلاثة وثلاثين دقيقة بعد العصر لا ينتقل بعدها لبرج الحوت اما بالنسبة لعمر القمر القمر المربع الان وصل لمرحة تبت انه صار المحدب تسعة ايام في تمام الساعة اثناش واثنين واربعين دقيقة بعد الظهر بيصبح عشر ايام نسبة الاضاءة خمسة وسبعين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم اثنين وعشرين تسعة منتحس بسبب الزوايا اللي ذكرناها في البداية فنسبة الانتحاسة بتكون ما بين مية وسبعين في المية مية في المية وسبعين في المية عطارد في الميزان حتى يوم سبع وعشرين تسعة مزاجه منتحس بنسبة أربعين في المية الزهرة في الأسد حتى يوم اثنين عشر المزاج سعيد بنسبة أربعين في المية المريخ في الحمل منتحس بنسبة 40% المشتري في الجدي حتى يوم 19-12 مزاجه سعيد بنسبة 15% ممكن تزيد شوي بس لأنه زاوية التربيع اللي مع المريخ هي لأضعفته زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29-9 مزاجه منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1 2021 مزاجه منتحس بنسبة 10% نيبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه ممتزج يعني متقلب بين سعادة ونحوسة بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم هو الغالب عليه رح يكون هو النشاط الاجتماعي النشاط ما بينكم بين علاقاتكم بين معارفكم بين أصدقائكم لقاءات زيارات اتصالات ممكن تعامل مع بعض الأشخاص لمساعدتكم في أمر ما ممكن أنكم تلجأوا لبعض الأشخاص لاستشارتهم أو يكون في جمعة معينة أو نقاش أو حوار معين تساهموا أو تشاركوا فيه ولكن بدكم تحذروا أنه ما زال المريخ بيتراجع فعشان هيك منرجع منذكر على نفس النقطة ديروا بالكم من العصبية والإنفعالات لأنه الأجواء بلشت تضغط بشكل أكبر أو حدية أكثر في خلال هاي الأيام فعشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب نين ممكن تندفع في مسألة معينة ممكن تنطلق في مسألة معينة حاول أنك ما تغامر وما تجازف وما تخالف القوانين قدر الإمكان بالنسبة لأمور العاطفي تقريبا العاطفي جيدة طريقة التواصل رح تكون ممتازة ما بينك وبين الأحباء ولكن حاذروا من حساسيتكم أو ردات فعلكم السلبية من ساعات الصباح لأن الأجواء بتصير ضاغطة شوي ممكن شوي تصير نوع من أنواع التفاهم أو التلاقي على مسألة معينة ما بينك وبين الشريك ممكن تترافقوا في مسألة معينة ممكن يكون لك لقاء عاطفي في اليوم أو اتصال أو تواصل أو شيء يعني يجذبك لا التواصل مع أحد الأشخاص اللي بعزوا عليك أو الأحباء انتبه اليوم بشكل كبير من الوسواس من الأمور اللي ممكن فيها نوع من أنواع الشكوك وبرضو في نفس اللحظة ما ترهق حالك وما تجهد حالك كثير وما في داعي إنك تغامر وتجازف والأمور اللي إحنا ذكرناها طبعا السمى الغالبة رح تكون خلال هذا اليوم حافظوا على سمعتكم ومصالحكم القائمة في مجال العمل من ساعات الصباح تلتقوا الأصدقاء حولوا تصحيح العلاقات المتردية أهم إش إنك ما تبقى وحيد فترة نشطة وواعدة دراسيا أو مهنيا أو عائليا تكثر الاتصالات والموعيد خلال هذا اليوم برج الثور طبعا اليوم رح يكون فيه أكثر من اتجاه عندك الاتجاه الأول من الآن لغاية ساعات الصباح يعني النشاط والحيوية والثقة بالنفس زي الأيام الماضية هيك بتحس إنه فيه عندك رغبة بالانطلاق أو بالاتصالات بالحوارات بدراسة مواضيع أو بأكثر من موضوع مع بعض ممكن إنه يدخلوا كنقاشات والأمور اللي مشابهة لهيك ولكن من ساعات الصباح شوي تدخل في مرحلة إحنا منسميها فترة الامتحانات الصعبة يعني بمعنى آخر هاي الامتحانات تمتحن جهوزيتك أنت جاهز ولا لأ فعشان هيك اليوم حاول قدر الإمكان إنك تنجز أعمالك بشكل جيد حاول إنك أنت تهتم بصحتك بشكل جيد حاول يكون تعاملك ما بين الأحبة بدون حسسية وبدون ردات فعل يعني خلي توازن جيد ما بينكم ممكن يحملك اليوم لقاءات عاطفية ممكن أشخاص يساعدوك في إنجاز بعض الأعمال أهم إشي إنك تنتبه لغذائك وراحتك بشكل كبير وبرضو بدك تهتم لأمور إلها علاقة بالأصدقاء وردات الفعل والتقلب في المزاج هدولة أهم من النقاط اللي أنت بدك تركز عليها اليوم لأنه الأجواء يعني فيها نوع من أنواع الامتحانات زي ما حكينا في ظروف ممكن تظهر إلها علاقة بالبيت خلال هذا اليوم ممكن تهتم ببعض الأعمال المنزلية أو نشاط عائلي أو اهتمامات ببعض الإنجازات أهم شي إنك تخففه من النفقات خصوصا اللي ما إلها داعي ممكن ترتب وضع مالي معين بشكل إيجابي أما بالنسبة للسمى الغالبي خلال هذا النهار اليوم تنشط في مجال الدراسي والسفر والاتصالات لسيما البعيدة لغاية ساعات الصباح زي ما حكينا من ساعات الصباح بنصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهم إنك ما ترتجي للمواقف والتصريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم بتضغط عليك المسئوليات وممكن تضطر إنك تغير مسار خلال هذا اليوم أو اتواجه أمر صعب أو معقد يعني بمعنى آخر التزم بالمسئوليات فترة واعدة حاول إنك تعمل بانتظام بدون ما تشتت حالك في أكثر من اتجاه برج الجوزاء طبعا شفتوا إنه اليومين الماضيات كان فيها نوع من أنواع الضغط شوي يعني ركز على الأمور المالية ولكن في أشخاص تأثرت صحيا من بعض النقاط أو صار حداث صحية إلهم أو إصابات أو إشي بتعلق في الأحبة لإلهم طبعا بسبب إنه زي ما حكينا إنه القمر كان في مراحل المقابلة اليوم مع ساعات الصباح بتختلف الأجواء بصير فيه نشاط فيه حيوية فيه ثقة بالنفس بتتحسن الأجواء بشكل جيد أو بل بتصل لمرحلة إنه ممكن تكون ممتازة كمان إذا استغلتها بشكل قوي الأهم إنه أنت من ساعات الصباح الاهتمام العاطفي رح يزيد لمة الأحبة حواليك أو خوف الأحبة أو قلق الأحبة عليك ممكن يكون ظاهر خلال هذا اليوم ممكن نوع من أنواع التواصل أو التعاطف معك أكثر بس أهم شي تحافظ على نفسك من تقلبات المزاج والتسرع بالكلام أو بالتسرع بالاتهامات فعشان هيك بدك تضبط أعصابك شوي إن حد استفزك يتمالك نفسك لأنه ذكرنا في زاوية حادة جدا هاي شوي بتأثر على مواضيع التواصل فعشان هيك ممكن عصبيتك هي اللي تزيد في أجواء جيدة بتدعمك على مستوى امتحان مناقشة حوار نشاطات عدة ممكن تليوم تنشط فيها تحالف حواليك قوي بدعمك بشكل قوي برضو بشكل ممتاز على مستوى العمل على مستوى العلاقات برضو الأجواء جيدة أما السماء الغالب خلال هذا اليوم فحكينا أنه لغاية ساعات الصباح بتنهمك في عادة تنظيم أموركم المالية المشتركة أهم شيء تخفف من النفقات في ساعات الصباح بتنشط في مجال السفر والاتصالات كما لقاء أو فرصة تفتح أمامك أبواب لها علاقة إما بالسفر أو بالدراسة أو التسويق أو النشر أو شيء له علاقة بالجامعات بتفرح لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة أهم شيء أنك تتحرك على مختلف الأصعدة عشان الأجواء تحصل منها مكاسب قدر الإمكان من بداية النهار برج السرطان يعني الأجواء بظل فيها نوع من أنواع النشاط ممكن أنه تهتموا ببعض الأمور اللي إلها علاقة بالشراكة إلها علاقة بالتلاقي إلها علاقة بالحوارات ولكن مدعومين بطاقة اليوم غريبة شوي ممكن تيجي في بعض الأوقات تتحركوا بأكثر من اتجاه أو تجروا بعض الاتصالات بشكل يعني ممكن يكون قوي شوي أهم شي إنه فيه أشياء إلها علاقة في البيت بتكون تهتموا فيها بشكل كبير خلال هذا النهار ممكن حدث موقف ممكن اهتمام بأحد أفراد العائلة ممكن موضوع إلها علاقة بمشتريات أو إشي إلها علاقها بأفراد العائلة ككل ممكن تهتم فيه بشكل كبير أهم شي إنه تحفظوا على نفسك من ردات الفعل أو من العصبية في بعض الأوقات إذا كان عندك امتحان أو عندك مقابلة يبدأ تدرس وتستعد بشكل جيد ما تعتمد على الحظوظ برضو انتبه أثناء حركتك أو أثناء تنقلاتك خوفا من الإصابات أو الجروح لأنه اليوم نشاطك عالي فمتوقع إنه يصير شيء لا يعني ما بتمنىها ولكن تكونوا حذرين عشان الأمور يعني تكون لصالحكم أكثر وتكون المكاسب للكم أكثر فعشان هيك الاهتمامات اليوم بدأ تكون على الأمور المالية ممكن تحصلوا بعض المكاسب أو الاهتمامات أو تكون أمور لصالحكم في بعض النوقات ممكن يعني دعم أو مؤهبة أو مساعدة وفي منكم ممكن يحصل على هدية أهم شيء أنه صحتكم أو صحت أحد المقربين بحاجة للرعاية أما بالنسبة للسمى الغالبي خلال هذا اليوم بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم بتظل الأجواء الرومانسية مشجعة أما في ساعات الصباح بتعيدوا ضبط ميزانيتكم ادخل تعديل على نمط حياتك لتتماشى مع التقدم والتطور في محيطك بيطمئن بالك وبتفرح لتطور ما فترة جيدة لتصحيح خطأ ما أو لتكرار محولة سابقة برج الأسد طبعا اليوم برضو نفس الشيء في نشاط في حركة في اتصالات في تواصل ولكن بدكوا تنتبهوا لأنه اليوم طاقتكم راح تنزل شوي وخصوصا في ساعات الصباح يعني لغاية ساعات المساء فعشان هيك ممكن يصير تقلب أو توتر أو ضعف أو وهم في بعض الأوقات فبتكون تديروا بالك انتبهوا لغذائكم انتبهوا لراحتكم بشكل جيد حاول تنجز أعمالك على أكمل وجه حاول إنك ما يعني شوي تهمل بعض المسؤوليات ممكن تسمع خبر شوي يزعجك خلال هذا النهار ولكن اجمالا إنه في نشاط ولكن إذا كان عندك امتحان أو مقابلة بفضل لأنك تدرس بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض وانتبه أثناء تنقلاتك أو أثناء حركتك ممكن اليوم تتلقى خبر من خارج البلاد يزعجك ممكن إلو علاقة بالعمل يعني ممكن خلاف أو نقاش أو موقف معين من أحد زملائك في مكان العمل يترك فعشان يحاول أنك تبعد عن النقاشات والخلافات وإنجز أعمالك بشكل جيد في موضوع العلاقة بالوضع المالي ممكن يظهر على الساحة خلال هذا اليوم يعني في منكم ممكن يحصل مكسب مربح أو يحل مشكلة كانت معقد ماليا بالفترة الماضية أهم شي أو السماء الغالب عليك خلال هذا اليوم إنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون إهمال صحتكم أما في ساعات الصباح بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم حافظوا على هدوءكم ما ترتجل كلام أو توجه ملاحظة لأنه خصمك في الفترة هاي بكون أقوى منك بتحمل لك هاي الأيام إما موضوع الأعلاقة إما بارتباط مهم أهم إشي إنك تحافظ على أعصابك وما تكون عدائي وبرضو ممكن إنها بتحمل لك نوع من أنواع التحاور لموضوع شراكة أو عمل جديد برج العذراء اليوم في يعني تقلبين رح يصيروا لأول إنه المسائل العاطفية رح تظلها موجودة معك لغاية ساعات الصباح ولكن بدك تنتبه من التحسس اليوم أو الحساسية العاطفية أو الاستياء أو ردات الفعل أو ممكن خلاف نقاش حوار أو إشي بصير مع أحد الأحبة ممكن تقلق من خلاله أو تهتم في أكثر في منك رح يعزز علاقاته العاطفية رح ينشط عاطفيا أو تواصل اتصالات لغاية ساعات الصباح الأمور تكون جيدة ولكن في أمور رح تظهر على الساحة أكثر رح يكون الاهتمام أكثر في المسائل المالية اليوم ومسائل إلها علاقة بالعمل فعشان هيك ممكن تظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بالمال إما تحصيل مكسب أو تحصيل ربح من عمل ما أو دعم أو هدية أو هبة أو مساعدة بأي شكل ولكن إنه فيه اهتمام مالي اليوم بشكل كبير أهم إشنك تحافظوا على أموالك من السرقة والضياع أو الإصراف الغير مدروس في منك رح ينشط بالحركة والاتصالات ولكن مش بالقوة عشان هيك منقولك وانتبهوا أثناء الحركة أثناء قيادة السيارة مخوفا من الإصابات أو أمور إلها علاقة بمثلا إصابة جرح شغلة زي هيك بتكونوا حذرين أثناء تأدية أعمالكم في الأجواء على المستوى النفسي تقريبا بنقدر نحكي إنها جيدة أكثر تنشحنوا طاقة عالية جدا خلال هذا اليوم ممكن تظهر بعض المسائل اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة شوي ممكن تأزم أو تأرقق مسألة معينة وممكن تجد حلول يعني حتى بعد ما تتأرق يعني هيك وتقلق من الموضوع ممكن تجد حل ما لموضوع إلو علاقة بالوضع المالي أو قرد أو سداد قرد أو حلول لأوضاع مالية ممكن مشتركة أو فيها علاقة لبنك أو ضريبة أو إشي إلو علاقة بالديون الأهم أنه ممكن بشكل مفاجئ يجيك خبر من خارج البلاد شوي هيك يأثر على نفسيتك أما السبب الغالب خلال هذا النهار فعشان هيك بترغبوا اليوم في التقرب من أحباكو زي الأيام الماضية وتعزيز العلاقة معهم ولكن في ساعات الصباح بتغير الجو لأنه بنتقل للبيت السادس فبيتراكم العمل عندكم أهمي شنك ما تهملوا صحتكم حاذر من تعب صحي أو جسدي بمنعك من أداء واجباتك اليومية كما يجب ممكن تظهر مسألة عائلية أو شخصية طارئة أو ممكن تشعر بنوع من أنواع التوتر برج الميزان طبعا الأمور اللي شعرتوا فيها خلال اليومين الماضيات اللي كانت إلها علاقة بالبيت أو أفراد العائلة أو أمور إلها علاقة بالواجبات أو المسئوليات أو الأعمال أو إيشي له علاقة بالأبناء أو هاد يعني هذا رح يظل نفسه نفسه لغاية ساعات الصباح لأنه الوهمة رح يظل موجود بالجدي لغاية ساعات الصباح وهي زاوية تربيع مع برجك شوي من ساعات الصباح الأجواء رح تختلف تماما فعشان هيك اليوم في نوع من أنواع التركيز الشخصي النفسي ممكن تنشحن بطاقة إيجابية صحيح نه في أشياء ممكن تزعجك إلى هذا اليوم ولكن طاقتك وثقتك بالنفس أعلى من من الأيام المميزة اللي لازم تستغله عاطفيا لازم تستغله بالحضوض اللي رح تهبك أو تكون موجودة معك أو بقدرتك على إنجاز كثير من الأعمال اللي كان صعب إنك تنجزها في الأيام الماضية في منك رح يهتم لموضيع العلاقة بالأصدقاء أو المعارف أو نشاطات أو حلول لبعض المسائل إجمالا الأجواء فيها نوع من أنواع الإيجابية قوية جدا وبتساعدك بشكل قوي جدا ممكن على مستوى الشراكة يصير فيه حوار أو نقاش أو خلاف ما بينك وبين الشريك بدك تكون حذر من نقاشات أو الجدالات ولكن إجمالا اليوم جيد حتى للمصالحات حتى لو فيه سوء تفاهم أو فيه خلاف اليوم بساعدك على عمل بعض المصالحات ممكن بدك شوية اهتمام على المسائل اللي إلها علاقة بالعمل أو ممكن عمل يأرقك أو تتأزم مسائل إلها لعلاقة بالعمل أهميش إنك تراعيها وتراعي شؤونك الصحية أو صحة أحد الأحبة أما بالنسبة للسمع الغالب خلال هذا اليوم زي ما حكينا أنه بتظل الأمور البيتية والعائلية والعقارية هي اللي بتظلها موجودة وهي اللي بتشغل فكركم لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم من أحبائكم بتفرح لإنفراج ملموس ترتفع فرص النجاح تشتد عزيمتك وبتقوم بخطوة مباركة بتتلاغ ممكن تتلقى إشارة إيجابية هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف برج العقرب طبعا اللي نفس التأثيرات اللي كانت خلال اليومين الماضيات اللي هي النشاط والطاقة والحيوية والتواصل والاتصالات والرغبة بالتوفيق أو التقارب ما بين الإخوة أو تقرب من الإخوة من الجيران المساعدة في بعض الأعمال اتصالات حوارات نقاشات هاي كلها هاي بتظلها موجودة معك حتى ساعات الصباح فعشان هي كل إشي مهم من الآن لغاية ساعات الصباح حاول أنك تنجزه حاول أنك تتممه حاول أنك تجري هاي الاتصالات بقول صحيح أنه في أخبار أو ضغوطات ممكن اليوم تهل عليك شوي ممكن تكون مش أخبار جيد كثير ممكن تستاء من بعض التصرفات أو بعض الكلمات أو بعض الأحداث فعشان هيك بدك تضبط عصابك اليوم قدر الإمكان في كل الأمور اللي ممكن تحدث على الساحة وممكن تهتم ببعض المسائل يعني منقدر نحكي إلها علاقة بالعمل أو إنجاز بعض الأعمال أو ممكن تضطر إنك تتعامل مع بعض الزملاء لإنجاز عمل ما وممكن يعني شوي هيك يأدوك بكلمة أو يجرحوك بكلمة ولكن في قدرة على إنك أنت تتعامل معهم بشكل أكبر إذا أنت مع الصبت وصار لك ردات فعل سلبي خلال هذا النهار في منكو رح يتلاقى أو يتقارب أو يتعاطف ما بينه بين الحبيب أو يتعاطف على الحبيب أو على أحد الأبناء أو على أحد الوالدين الأهم شحن النفس بالطاقة الكاملة خلال هذا اليوم الأجواء رح يتكون يعني القمر رح يدخل منزل التربيع مع برجك وهي منزل سلبية بتضغط على أشياء حساسة جدا بتضغط على المصاريف على الأمور الصحية بتضغط على أمور إلها علاقة بالأموال المشتركة فعشان هيك بتكون تنتبهوا من هاي الأمور طبعا في ساعات الصباح انتقال القمر رح يكون يعني رح يغير الوضع بمعنى آخر يعني من الآن بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والتنقلات والاتصالات وعندكو قدرة أو تعامل ما مع أخ أو جار ولكن من ساعات الصباح بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية في أمر بيتي أو عائلي ممكن تهتم فيه بشكل كبير لطف الأجواء مهما كانت خصوصا إذا كانت الأمور ضاغطة لأنه هاي الأمور الضاغطة ممكن انها تثير اضطرابك وامتعاضك أهمش أنك ما تخالف القوانين واحترم المواعيد والالتزامات المهنية واهتم بعائلتك برج القوس طبعا اليوم إجمالا بظل الأمور المالية هي اللي مؤثرة عليك زي الأيام الماضية يعني بظل فيه نوع من أنواع القلق أو التوتر أو تفكير في وضع مالي معين أو تحصيل مالي أو حلول لبعض الأمور المالية ممكن اليوم تساعدك الظروف أنك أنت ترجمها أو أنك تجد الحلول أو تقدم على الحلول لهاي شوية الرؤية صارت أوضح يعني من ساعات الصباح لأجواء بتتغير بإيجابية بتنشط باتصالاتك بحركتك بصير عندك حيوية أعلى رغبة بالتواصل مع الأحبة خلال هذا اليوم اهتمام بالشريك أو بالأبناء أو بالوالدين أو ممكن تظهر بعض المسائل اللي شوي هيك يكون من ضمنها بعض المصاريف اللي إلها علاقة بالبيت أو في وضع عائلي معين أو عزومي مثلا أو اجتماع أو لقاء أو ممكن أمور إلها علاقة بمصاريف علاجية أو استشفائية تظهر على الساحة بشكل كبير أهم إشي أنك أنت ممكن تنشط بأصدقائك أو ما بين أصدقائك أو حوارات أو نقاشات بشكل جيد اليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تطلب المساعدة أو المعونة من بعض الأصدقاء في أمر ما أو استشارته في مسألة ما اتصالاتك الخارجية ممكن تكثر بشكل كبير اليوم خصوصا مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب أو مؤسسات تعليمية تهتم بمسألة إلها علاقة بالجامعة أو الدراسة في منكم رح يهتم ببعض المسائل إلا إلها علاقة بالشؤون العاطفية أما بالنسبة للسمى العامة خلال هذا اليوم أو الإشي اللي رح يكون مؤثر بشكل أكبر عليكم أول إشي هي الأمور المالية زي ما حكينا في الأيام الماضي لغاية ساعات الصباح هي اللي بتظلها مؤثرة فعشان هيك بس بنحكي لكم إنه ديروا بالكم من النفقات في ساعات الصباح تكثر عندكم الاتصالات والتنقلات فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولإسماع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل ممكن تتحرك بفاعلية كبيرة وتقوم باتصالات واسعة بتسفر عن اتفاق أو عن مصالحة برج الجدي طبعا اليوم النشاط أكثر والحيوية أكثر عندكم ولكن أهم نقطة بتتركز عليها بشكل قوي خلال هذا اليوم صحيح الفترة ممتازة وإلها علاقة بالعمل وإلها علاقة بزملائك وبالعمل إلها علاقة بعمل جديد أو حل أمور كانت معقدة إلها علاقة بالعمل أو بإنجاز بعض الأعمال ممكن شوي التوترات تصير على مسائل إلها علاقة مثلا بعلاقتك العاطفية ممكن تستاء من تصرف الحبيب أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين ممكن تضطرب من خلاف أو نقاش أو حوار حاد ما بينك وبين الشريك أو الزوج ممكن يكون عندك امتحان أو مقابلة صعب اليوم تطلب منك الاستعداد وإنك تكون جاهز للمواجهة أو للحديث أو للحوار أو يعني بدها جهد وبرضو في نفس اللحظة بدك تنتبه أثناء تنقلاتك أثناء اتصالاتك أثناء حواراتك من ردات الفعل ومن العصبيات أثناء التنقلات انتبه أثناء قيادة السيارة أثناء حركتك انتبه من الإصابات اللي ممكن تيجي بشكل مفاجئ أما بالنسبة للأمور الجيدة يعني هسا بدي يقول لك واحد انت ما خليت إشي سلبي اللي أعطيتنا ياهلأ في أمور جيدة اليوم اليوم ممكن تحصلوا مكاسب مالية ممكن تهتموا لأمور عائلية أو عقارية أو اجتماع أو لقاء عائلي أو تهتموا بمسألة إلها علاقة بالبيت أو يعني اجتماع مثلا عزومة تكون أو تنشط بلقاءات في منكو رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل أو إنجاز أعمال بشكل جيد وينشط اجتماعيا أما بالنسبة للسماء الغالبي خلال هذا اليوم يعني الأجواء بالظل أنتو عندكو نشاط أو ممتلئون نشاط وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم بس أهمش إنك ما تغامر بأموالك هاي فترة حذرة ماليا معنويا أهمش إنك ما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة أنت بحاجة لكل التعاطف والتضامن وبرضو ممكن تحصل مكاسب يعني مش سهل إنك تحصلها في الأيام العادية عشان هيك اهتم واستغل الفرص برج الدلو الأجواء اليوم رح تصير أحسن يعني من الأيام الماضية صحيح إنه رح يظل فيها شوية تعب يعني لغاية ساعات الصباح رح تحس إنه فيه رؤ من هيك نوع من أنواع التوتر أو القلق أو التعب في بعض الأوقات ممكن تقلق من مسألة معينة ولكن عندك نشاط عالي جدا في ساعات الصباح للإتصالات البعيدة والتواصل مع أجانب أو حوارات أو امتحانات أو لقاءات الأجواء رح تدعمك بشكل جيد ولكن سلبية القمر شوي بتقولك لو تدرس وتستعد بتكون النتائج أفضل احذر أثناء تنقلاتك وقيادتك للسيارة حاول إنك تراقب حالك من العصبية والحدية في بعض الأوقات في بعض الأوقات مش في كل الأوقات الأجواء بتدعمك بالاتصالات والحوارات بشكل كبير اليوم ممكن تروج لعمل وخصوصا من ساعات الصباح ممكن تنشط بلقاء بعض الأصدقاء أو دورة معينة أو دراسة أو لغة أو ثقافة يعني الأجواء بتدعمك حتى على مستوى العاطفي بشكل كبير والتواصل أو تعاطف الأحبة معك أو أنت بتتعاطف معهم ممكن تهتم بمسألة إلها علاقة بأحد الأبناء أو أحد الوالدين يعني الأجواء تقريبا تغيرت بشكل إيجابي ولكن حاول إنك ما تهم الأمور المنزلية أو البيتية أو الأمور الصحية إلك أو لأحد الأحبة أما بالنسبة للسمع العالي الغالبي خلال هذا اليوم بيسيطر التعب عليكم وبتفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم حتى ساعات الصباح يعني زي الأيام الماضية من ساعات الصباح بتستعيدوا نشاطكم وحيويتكم بتستعيد حماستك وعزيمتك وبتبارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة بتملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق الفترة هاي بتحملك خبر سار برج الحوت يعني الأشياء اللي نبهنا منها من الأيام الماضية اليوم هي راح تصير اليوم انتقال القمر راح ينتقل من الجدي للدلو يعني لبيت متاعبك فعشان هيك الفترة هاي حساسة شوي ممكن تعطل بعض المسائل لك ممكن الأمور ما تمشي بالشكل الجيد ممكن شوي بتطلب منك الاهتمام أكثر للأمور الصحية والعائلية أو البيتية ممكن تظهر بعض الأمور اللي إلها علاقة بالأعباء بالعمل أو تراكم بعض الأعمال عليك صحيح أنه فيه أجواء دعملة إليك في بعض المسائل وخصوصا الأمور اللي إلها علاقة مثلا بالعاطفة بالاتصالات بالحوارات يعني بظل فيه عندك نشاط على هاي المسائل ممكن تخضع لامتحان أو تجربة جديدة خلال هذا اليوم أهم مش أنك أنت تكون مستعدلها وما تعتمد على الحضوض قدم امتحاناتك ولكن أدرس ما تهملها أدي تنقلاتك ولكن برضو بدك تنتبه أثناء قيادتك للسيارة أو أثناء حركتك أدي اتصالاتك ولكن بدون عصبية يعني بمعنى آخر كل إشي بدك يكون في حذر مقابله من بعض النقاط الأهم أنك تنتبه لصحتك وتنتبه لأعمالك وما ترهيق حالك كثير وإذا بتقدر تخلي الأعمال روتينية يعني اهتماماتك روتينية إنجازاتك روتينية بدون ما تجهد حالك بدون ما تحط إشي جديد مدون ما تبدأ بشيء جديد يعني بيكون الأفضل والأمر داعم لإلك بشكل أقوى في منك ورح يهتم ببعض الأشياء اللي إلها علاقة بأشخاص خارج البلاد أو اتصالات خارجية أو أمور إلها علاقة بحوارات وتنقلات سريعة داخل البلاد في مسائل عائلية ممكن تظهر على الساحة شويتطلب منك نوع من أنواع الاهتمام أو تهتم بأحد الوالدين أما بالنسبة للسماء الغالب خلال هذا اليوم لغاية ساعات الصباح بتنشطوا بين الأصدقاء وحوارات نقاشات لقاءات ممكن توجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة ولكن من ساعات الصباح بتدخل فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنب اتخاذ القرارات الحاسمة أو قرارات مهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة من الحضوض حاذر الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن يخيب أملك أو تتأخر أعمالك فعشان هيك انجز الأعمال الضرورية والمهمة وحاول أنك أنت تأخذ قسط من الراحة من وقت لآخر وانتبه لصحتك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر